اهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار نستهلها بالخبر الوطني حيث غادر الوفد الرسمي للحجاج المقاربة صباح اليوم مطار الرباط سلا متوجها إلى ديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم 1444 هجرية وكان في وداع الوفد الرسمي الذي يترأسه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق ورسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس وزير ولوقاف وشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ويضم الوفد الرسمي كل من أسادة معاذ الجامعي ولجهة الشرق وعامل عمالة وجدة ومحمد بن عليل المستشار بمحكمة النقد والسيط المملكة وفؤاد يزوغ السفير والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة شؤون الكارجية وتعون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والعقيد محمد الفلاح قائد المؤسسة المركزية لعتاد الهندسة وفي حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء على هاميشي زيارتها للمملكة في إطار الاستعدادات الجرية للاجتماعات السنوية للبنكي وصندوق النقضي الدوليين والمرتقبة في شهر أكتوبر المقبل بمراكش أكدت المديرة العامة لصندوق النقضي الدولي كريستالينا جورجيفا أن المغرب نموذج مشرق لأكبر المؤهلات الإفريقية أبرز ما جاء على لسان المسؤولة المالية الدولية مع صفية عثمان نتبع بداية أرغب في التعبير عن امتنان العميق للشعب والسلطات المغربية على استقبالهم وكرم ضيافتهم خلال زيارتي للمغرب ناقشت مع مسؤولين مغاربة ما نرغب في إنجازه خلال الاجتماعات السنوية لمجموعتي البنك وصندوق النقضي الدوليين التي تسجل عودتها إلى بلد إفريقي بعد نصف قرن وكذا الكيفية التي يمكن للمغرب وإفريقيا الاستفادة منها سيستقبل المغرب المجتمع المالي الدولي يتعلق الأمر بكأس العالم للمالية سيتم تنظيمها بالمملكة وهي فرصة ينبغي اغتنامها وفيما يخص الاستعدادات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقضي الدوليين فإنها تسير على نحو جيد للغاية وقد أتيحت لي فرصة زيارة موقع باب إغلي حيث سيتم تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقضي الدوليين وسيكون كل شيء جاهزا بحلول شهر شتنبر بغية إخضاع الاستعدادات للتجربة قبل انعقاد الاجتماعات وأعبر عن امتناني لوزيرة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب الذين بذل جهودا استثنائية تحت رئاسة رئيس الحكومة لضمان إنجاح هذه الاجتماعات وسيتمكن المغرب الواقع عند مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا من إظهار صورته المشرقة للعالم بتقاليده الراسخة وتاريخه الغني واقتصاده الحيوي وقد التقيت الخمسمائة طالب من المتطوعين الذين تمت تعبئتهم لفائدة الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين والذين يمثلون صفراء رائعين للمغرب وبخصوص التحديات والرهانات التي تقع في جدول أعمال الاجتماعات المقبلة فالأمر يتعلق بالنقاش حول كيفية إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي بعد الصدمتين المتعلقتين بكوفيد-19 والسراع الروسي الأوكراني ومنجات أخرى وبخصوص تحديات وفرص الاقتصاد المغربي فالمغرب شرع في العديد من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة ما أدى إلى تأثين إيجابي على تنافسية اقتصاده وذلك مع الحفاظ على الأسوس المكرو اقتصادية سليمة واليوم هناك طموح كبير للاستمرار في مصاري الإصلاحات هذا ويعد النموذج التنموي الجديد جهداً مهماً للاستثمار في الرأس مال البشري ولسيما من حيث التعليم والحماية الاجتماعية وقد أدى ذلك إلى خلق مناخ ملائم لريادة الأعمال لا شك عندي في أن للمغرب مستقبلاً ظاهراً ننتقل إلى رباط حيث تم اختيار المغرب بالإجماع لاحتضان مقر المرصدي والمنصة المدمجة لتدقيق في كل الحمولات العالمية التي تهم العالم العربي وذلك خلال أشغال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب وأوضح السفير أحمد رشيد خطابي ألمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة الدول العربية خلال ندوة صحفية وقدت عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي استضافتها المملكة ما بين 19 وال21 من يونيو الجاري أن اختيار المغرب لاحتضان هذه المنصة جاء من منطلق تجربته في هذا المجال متابع تقرير صفية عصمان خلال أشغال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب تم اختيار المغرب بالإجماع لاحتضان مقر المرصد والمنصة المدمجة للتدقيق في كل الحمولات الإعلامية التي تهم العالم العربي وخلال ندوة صحفية عقدت عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب أوضح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أوضح أن اختيار المغرب لاحتضان هذه المنصة جاء من منطلق تجربته في هذا المجال خطة التحرك هي خطة استراتيجية وخطة ذات يعني بعد مهم جدا في التعامل مع بالإضافة القضية الفلسطينية كذلك تثمين الذاتية العربية وتثمين الموروط العربي محاربة للإرهاب وكذلك إعطاء أو تمكين الخبر العربي من التداول على أوسع نطاق ومن جهته سجل وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بن سعيد نجحت دورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عرفت اتخاذ قرارات مهمة تهم الإعلام العربي لافتا إلى أن المغرب يهدف أساسا إلى تبادل التجارب مع الدول العربية الأخرى أهداف المغرب في الأخير لما نرى الخلاصات التي تصنتنا لها اليوم هم أهداف حتى لنا كحكومة فاش كنت تكلموا على الصناعة للألعاب الإلكترونية تكلمت عليها مرارا وانتكرارا فاش كنت تكلموا على تفاعل اللي يخصو يكون مع الشركات الكبرى على صعيد الدولي هذو كذلك تحديات اللي كتعرفها المملكة المغربية ولا تحديات تقدرنا أهداف مشتركة للدول العربية بشأن ذلك يكون مفاوضات أقوى نحن كدول العربية فهي ستكون إلا إيجابية بالنسبة لجميع الدول برنامج الدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب تضمن كذلك بحث سبل مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة إلى مرتيل هذه المرة حيث جرى بمقر جمعية لوائل الاحتفاء بها تلبيدين المتفوقين مريم صالح ومحمد الدهبي بمناسبة خصولهما على شهادة البكالوريا دورة 2023 العادية بميزة حصل إذ يشكلان نموذجاً حياً للنبوغ دراسي رغم الإعاقة المزيد مع مها الصالح لم تكن الإعاقة يوماً سبباً لعدم النجاح مريم صلاح ومحمد الدهبي مثال حي للمثابرة نموذج لنبوغ الدراسي وحافظ لباقي الأطفال في وضعية إعاقة من أجل النجاح والتمييز بمقر جمعية الأوائل بمارتيل وبمناسبة حصولهما على شهادة البكالوريا دورة 2023 العادية بميزة حسن تم الاحتفاء بالمصاري الدراسي المتميز لهذين التنميذين بحضور فعاليات جمعوية ومؤسساتية مهتمة بقضايا الإعاقة أنا فرحانة بزاف حيث شبرت شيء هذا البكالوريا دي وفرحانة بزاف فرحت عائلتي بزاف إلا وهذا كيزيدي يعطينا واحد الإصرار وتقدم وانتياز لأهداف لكتسترى جمعية الأوائل في البرامج ديالة وخلال هذا الحفل أشادت التدخلات بمستوى العمل والجهود الدأوبة التي يبدلها مركز الأوائل بمارتيل وجمعية الأوائل للأطفال في وضعية إعاقة بعملة المضيق لفندق والتي بدأت تجني ثمارها لا سيما بفضل دعم المؤسسات العمومية الشريكة كانت وجد في فضل المركز اليوم بمناسبة ناجح طالبين من مستفدي هذا المركز اللي استطاعوا أنهم ينجحوا أي يحصلوا على شهادة البكالورية ومعدلات تبارك الله جد عالية ومشاريفة اليوم تتويج للطالبين بالنجاح لهم في البكالوريا هو ثماريليم جهود دخلوا فيه واحدة جموعة المتدخين الفاعلين على المستوى الإقليمي انطلاقا من التعاول الوطني في إطار برنامج صندوق دعم التمدرس لفضلاتنا في الإعاقة وبلغ عدد التلاميذ في وضعية إعاقتنا الحاصلين على شهادة البكالوريا دورة الفين وثلاثة وعشرون العادية على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة إطوان الحسيمة بلغ تسعة وسبعين تلميدا بنسبة نجاح بلغت ثلاثة وستين فاصل سبعة في المئة نتابع الآن بالأخبار الدولية حيث حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناظره التركي هاكان في دانا على دعم انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي وأجاء ذلك خلال لقاء هو الأول من نواهي بين الوزيرين أقض على همش مؤتمر تعافي أوكرانيا المقام بالعاصمة البريطانية لندن محمد حبيدي في المتابعة الوزير أنتوني بلينكين حث ناظره التركي هاكان في دان على دعم انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي هذا ما أعلنه متحدث باسم الخارجية الأمريكية عقب اجتماع وزيرها لأول مرة بوزير الخارجية التركية الجديد أنتوني بلينكين شدد كذلك على أهمية وحدة حلف شمال الأطلسي خاصة في وقت حريج يضيف المتحدث في مستهل اللقاء الذي عقد على همش مؤتمر تعافي أوكرانيا المقام بالعاصمة لندن كان في دان طمأن ناظره الأمريكي بأن بلديهما قد لا يتفقان على كل شيء لكن تحالفهما طويل الأمد في حلف الناتو يجبرهما على العمل معا وإلى جانب توسع حلف الناتو طرح الوزيران على طاولة النقاج ملفات الوضع في أوكرانيا ومآلات اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بوساطة تركية والتطبيع بين أرمينيا وأذربيجيان وفي خبر دولي آخر منظمة الصحة العالمية تستعد لزيادة في انتشار الأمراض الفيروسية مثل حم الظنك بسبب ظاهرة النينيو الجوية المرتقبة سنة 2023 و2024 وعشرين التفاصيل في تقرير رغدا قبوري منظمة الصحة العالمية تستعد لزيادة انتشار الأمراض الفيروسية مثل حم الظنك وزيكا والشيكونغونيا بسبب ظاهرة النينيو الجوية النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي لانخفاض درجات حرارة سطح المحيطات على نطاق واسع في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي مما يؤدي إلى تغيرات في دوران الغلاف الجوي المداري مثل الرياح والضغط وهطول الأمطار وحسب منظمة الصحة العالمية من المرجح أن يتفقم تفشي المرض لأن الأمطار الغزير الناتج عن ظاهرة النينيو المناخية تؤدي إلى زيادة أعداد البعوض الذي ينقل حم الظنك فبالبيرو أدى انتشار حم الظنك إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 248 شخصا بينما تجاوزت الحالة المبلغ عنها إلى 146 ألفا وفق البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي وبالأرجنتين تم اكتشاف أكثر من 41 ألف حالة في عام 2023 ونختم نشر من مدينة رباط التي احتضنت اختثام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الرباط كوميدي حفل والختام عرف تتويج الأفلام الفائزة في المسابقة الرسمية لكل من الفيلم الطويل والفيلم القصير سكينا مصوية في المتابعة اختتمت بمدينة الرباط فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي الرباط كوميدي المنظم من طرف المركز المغربي لمبادرات التنمية وعرف حفل الختام الإعلان عن الأفلام المتوجة في المسابقة الرسمية للفيلم الطويل والفيلم القصير هذه الدورة الرابعة اليوم تتوج بإعلان عن الفائزين في المبارتين المباراة في الفيلم القصير والمباراة في الفيلم الطويل للكوميديا بطبيعة الحال نحن اشتغلت جوجة الليجان لكي يصنفوا أحسن أفلام واشتغل أيضا جمهور وتمقيت جميع الأفلام لشاهدها الجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للفيلم الطويل ذهبت لفيلم ماريا في الحياة للوريان إسكوفري وإيفونيك مورل بينما توج فيلم رودريك في حالة حب لجوان ديوني بالجائزة الكبرى للفيلم القصير كما عرف الحفل تقديم جوائز أخرى كانت هناك أفلام متميزة هناك تقارب هناك مجموعة من الاتجاهات اللي كانت في الأفلام وتوجهات ونظريات للإخراج أو لنظرت إخراج مختلفة لمختلف الأفلام عرس سينمائي جميل جدا تفرجنا الأفلام في مستوى عالي وكان عن نحتها صعوبة في اختيار الفيلم الجيد لأن تقريبا الأفلام كثيرة كانت جيدة وكنت أتمنى إن شاء الله كنت أعطيتهم كل مجائزة المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي يرم إعطاء السينما الكوميدي المرتبة التي تستحقها لتكون في مستوى باقي الأصناف السينمائية المعروفة ماذا الخبر ثقافي نكون قد وصلنا مشاهدين على نهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في مجازن لأهم الأنباء في أمان الأهم